موسيقى 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 ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ واحد من أهم الأسئلة السؤال القديم الحديث سؤال مصيري سؤال يتعلق في مصير الإنسان أهلا أحبائي برحب فيكم في هذه الحلقة واليوم سيكون موضوعنا على هذا السؤال الذي يعتبر واحد من الأسئلة الجوهرية وهذا السؤال طبعا كان سؤال شخص ديني أو متدين جاء إلى يسوع المسيح وبإخلاص سأل يسوع عن هذا السؤال وأنا عاوز أسألك اليوم أوجه لك السؤال لو أنت أردت أنك تسأل عن هذا السؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ شو بيكون جوابك؟ لو أنت عاوز تسأل ماذا أعمل؟ شو بيكون توقعك للجواب؟ اللي بتنتظروا ولسيما هذا السؤال سؤال مصيري فأنا اليوم بدعوكوا أن تشاهدوا هذه الحلقة حتى نلقي الدوء على واحد من أهم الأسئلة المصيرية التي تتعلق فيها أبديتك وأبديتي والجواب على هذا السؤال بحتم مصيرك ومصيري أيضا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بتشاهدوا هذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية وكمان فيك تشوفونا على الفيسبوك لايف وبحب أشجع كل مشاهد إذا عندك مداخلة إذا عندك سؤال إذا عندك أي تعليق من فضلك تتواصل معنا وحتى نجاوب على هذا السؤال بحب أعطي الخلفية لهذا الموضوع ورح أقرأ من بشارة متى من الإنجيل المقدس إصحاح 19 ومن آية 16 وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا قال له أية الوصايا فقال له يسوع لا تقتل لا تزني لا تصرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وعطي للفقراء وعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة واحد من القصص الحزينة على فكرة لأنه المسيح في أي مكان كان بيسير أو كان بيتحرك بيصنع خير ودائما الناس بتتبعه لكن هون من شوف واحد كان في رد فعل معاكس إنه بدل ما يتبع المسيح مكتوب مضى حزين لأنه كان ذا أموال كثيرة هذه القصة موجودة في البشائر التلاتة في إنجيل متى ومرقص ألوقة والسؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية في إنجيل متى مثل ما قرأت السؤال كان أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية في مرقص إصحاح عشرة من آية 17 إلى آية 22 مكتوب ركد واحد وجث له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية في بشارة تلوقة في الإنجيل المقدس إصحاح 18 من آية 18 إلى 27 نفس الحدث نفس القصة مكتوب وسأله رئيس قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية لاحظ من الكلمات اللي قرأناها سواء في متى في مرقص في لوقة بتشوف عدة أشياء أنه اللي جاء ليسوع المسيح أولا كان الشاب يعني فريعان الشباب كان غني وكان رئيس لربما رئيس ديني مثل نوكوديموس أو رئيس للمجمع بس واضح أنه كان يعني جمع تقريبا كل المراكز في عمر مبكر في شخصية واحدة شاب يعني جمع القوة وجمع القيادة بسلوب أو بطريقته عندما جاء ليسوع المسيح وطبعا لأنه كان رئيس فإذن في يعني شخصية مرموقة يعني بيتمتع في حياة اجتماعية دينية مرموقة ولكن السؤال الأهم اللي بيطرح كل الموضوع هو الحياة الأبدية وهذا هو السؤال المصيري ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية وهذا هو السؤال فعلا المصيري اللي بترتبط حياة الإنسان ومصير الإنسان وأبدية الإنسان بيرتبط كله في هذا السؤال بالنسبة للمسيح جواب المسيح كان شافي وافي وكافي أيضا لاحظ أن هذا الشاب يعني كان مؤدب كان محترم كان خلوقي يعني عنده أخلاقيات حلوة مكتوبة ركدة لما أحد بيجي اركاض ليسوع المسيح هذا بعبر عن مدى اشتياقه مدى حبه ومدى أهمية الموضوع لأنه واضح أنه معذب داخليا في شيء كأنه ناقصه في الحياة الداخلية أنه أن يأتي اركاض إلى يسوع بعدين مش بس أجي اركاض ولما وصل لعندي يسوع بحسب بشارة مرقص وجثة جثة يعني كان مخلص في سؤاله وكان يعني بكل بساطة كان بحاول الاقتراب من الله واضح أنه كان بيرغب إلى سلام داخلي عميق جداً في حياته فلو حبيت ألخص الموضوع اللي قرأته أنه في واحد معذب داخلياً رغم أنه عم بيعمل كل يعني الإمكانيات لما سألوا عن حفظ الوصايا قال له منذ حداثتي يعني وأنا طفل صغير حفظت حافظ عن ظهر قلب حافظ عن غيب وواضح أنه عاوز جواب من يسوع المسيح لأنه هذا سؤال الأجيال يعني فكرة هذا السؤال مش بس في العهد القديم ولا في العهد الجديد حتى من أيام المصريين القدماء الإنسان عم بيبحث عن الحياة الأبدية وما بعد الحياة يعني الحياة ما بعد الموت وحتى بتشوف أنه بحال ما بيصير إنسان فرعون يعني ملك على مصر أول شيء بيبتدي يعمل عشان يخلط طبعا اسمه ونفس الوقت هو عبارة عن قبر الأهرام وبيحاولوا يستجمعوا الذهب والأكل والأسلحة لأنه يؤمنوا بالحياة ما بعد الموت ألم يقل في سفر الجامعة وجعل الأبدية في قلبهم فإذن الإنسان منذ القديم عنده هذا البحث عنده هذا الجوع عنده هذا الطلب عنده هذا السؤال عم بيدور على شيء وكم من الناس المعزبة اللي بتحاول يعني ترضي ضميرها وبإخلاص بتحاول ترضي الله بشتى الوسائل ولكن السؤال كيف يرضى الله وما هي الحالة اللي بتوصلني أنه فعلا الله راضي علي راضي علي مش ناكرني ولا أنه رح يبعتني على جهنم وعلى فكرة الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد ولسيما في العهد الجديد الذي يعد بالحياة الأبدية في صيغة الحاضر يعني مش الإنسان بينتظر رحمة الله مستقبلا ولا بيستنى أمر الله ولا أنه متشكك عندما يموت وين رح يكون مصيره لكن الإنسان يعرف الجواب يعني من لحظة قبوله الرب يسوع المسيح وعاوز أركز على جواب يسوع المسيح وبالحقيقة أن جواب المسيح كان بالتدرج على عدة مراحل وخليني أسرد المراحل وبعدين ممكن يمكن ندخل في العمق أكثر شوي حتى نجاوب على هذا السؤال كان سؤال هذا الشاب الغني الرئيس ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية أو أي صلاح أعمل لأرث الحياة الأبدية جواب المسيح أحبة كان على عدة مراحل الجواب الأول قال له يسوع لماذا تدعوني صالحا لأنه ليس صالح إلا واحد وهو الله ثم الجواب الثاني اللي رد عليه قال له احفظ الوصاية يعني المسيح استخدم نفس المبدأ وراح لنفس الأرضية اللي ابتدأ منها هذا الشاب إذا كنت بتتكلم عن الصلاح وإذا أنت كنت بتتكلم عن الوصاية فقال له احفظ الوصاية لكي تكون كاملا ثم الشيء الثالث الرب يسوع قال لهذا الشاب إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء بعدين استمر المسيح وقال وتعالى اتبعني مرة الثالث قال يسوع إن أردت أن تكون كاملا كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل الحق الحق أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدرون أن تدخلوا ملكوت السموات إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء تعال اتبعني بعد ما تعمل هذه الأمور لاحظ عدة أمور في قبل هذا يعني القسط الشاب الغني يسوعا ببارك الأطفال بعدين قال هذه العبارة أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات فوضع يديه عليهم ومضى من هناك فإذا هنا بيتكلم المسيح عن دخول الملكوت كطفل لكن مع الشاب يقول دخول يعني أعصر يعني من غني أن يدخل ملكوت الله بسبب إيش بسبب اتكاله ومحبته للغنى ومحبته للمال فواحد بيفوت الملكوت كطفل اللي لم ترجعه وتصيره مثل الأطفال لتقدره أن تدخلوا ملكوت الله وهنا الشخص اللي متكل على أملاكه ومتكل على أمواله ومتكل على غنى كان استحالي أنه يدخل إلى ملكوت الله ألم يقول إرمياء قديما في صحاح 9 والآية 23 لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغنى بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الله وعندما صلى بولوس إلى كنيسة كولوسي قال لهم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحه وفهم روحه فإذن هذا وعمل روح الله في الكيان والقلب اللي ينير الذهن وبيفتح العين وطبعا بيفتح القلب أيضا تستوعب ماذا يطلبه الرب منك فإذن يعني الشيء الثالث قال له إذا عاوز تكون كامل وضع إصبع الوطر الحساس قال له روح بيع كل أملاكك وبعدين تعال بعدها تعال اتبعني مكتوب مضى حزينا وطبعا استمر الحديث مع التلاميذ طب لما قال الرب يسوع المسيح للتلاميذ طبعا إنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السموات وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيصر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فالتلاميذ تعجبوا وسألوا إذن من يستطيع أن يخلص وهنا كان الجواب النهائي الكامل للرب يسوع المسيح قال سألوا من يستطيع أن يخلص فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع كل شيء مستطاع فإذن نستطيع أن نستشف من السؤال الأخير يعني فإذن من يستطيع أن يخلص فالخلاص لا دخل ولا دور للإنسان فيه لأنه هذه تعتبر إهانة لالله إذا الإنسان بحاول يرضي الله بأعماله إذا الإنسان بحاول يرضي الله في بره إذا الإنسان بحاول يرضي الله بحفظه الوصاية إذا الإنسان بحاول يرضي الله بكماله وأي كمال يستطيع أن يرضي الله وأي أعمال حسنة يستطيع أن يرضي الله ألم يحسم الكتاب المقدس هذا الموضوع يقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله هذا الشاب كان طموح كان محترم وسأل واحد من أهم الأسئلة المصرية فجواب يسوع المسيح أولا لماذا تدعوني صالحا ليس صالح إلا واحد وهو الله طيب إذا أنت أجيت لإلي وعم بتقول لإلي أيه يعني المعلم الصالح يعني هل بكلماتك أستشف أنه ليس صالح إلا الله وهل تريد أن تعطيني هذا الكمال وهذا الصلاح اللي هو صلاح الله طبعا الكتاب المقدس مليء بالتعبير التي تقول الرب صالح الرب صالح وإذا بتقرأ سفر المزمير بتشوفها أنه مستمر بشكل مستمر يعني الرب يسوع المسيح كأنه يقول هو صالح فإذا أنت جاي لإلي وبتقول أنه أنا صالح هل بكلمات يعني مبطنة اعتراف ضمني منك أنه أنا صالح وليس صالح إلا الله وكأنك أنت تؤمن بلهوتي أنا أنه أنا الشخص الصالح أم مجرد ربوبية معينة أنت بتعبر عنها كاحترام كوقار فأيهما لكن المسيح حسم الأمر ليس صالح إلا واحد وهو الله وكأنه يريد أو يستدرج هذا الإنسان الشاب بمعرفته أنه ليس صالح إلا واحد وهذه الصفة هي صفة الله وعندما تقول الصالح فإذا أنت تصف هذا الصلاح إلى الله فهل هو اعتراف ضمني أنك تؤمن أني أنا الله أحبائي الرب هو ينبوع الصلاح هو المثل الأعلى في الصلاح وهو المقياس لكل صلاح يعني إذا في مقياس في هذا الوجود يعني كيف تقيس هذا الصلاح لازم تصطدم بيسوع المسيح وإلا كيف تستطيع أن تؤمن بصلاح الله إن لم تصطدم بيسوع وكيف تختبر الطريق الوحيد إلى الله إن لم تصطدم بيسوع المسيح وكيف تأتي إلى كمال المعرفة إلا أن تأتي إلى يسوع وكيف تأتي إلى كمال الصلاح وصلاح الكمال بل كيف تأتي إلى كمال الكمال أنت تصطدم بيسوع المسيح لأنه ليس صالح إلا واحد وهل المسيح أثبت المسيح هو نور العالم نور لا يدنى منه اللابس النور مكتوب عنه الله نور لا يدنى منه فإذن المسيح نور نور الله وهذا النور هي صفة وطبيعة الله في نفس الوقت الذي قال أنا هو نور العالم والمسيح هو المعجزة الأخلاقية لأنه هو الوحيد الكامل بلا خطية من منكم يبكتني على خطية الذي لم يعرف خطية ولم يفعل خطية ولم توجد فيه خطيئة إنه القدوس البار المنفصل عن كل شيء فهو مثال الصلاح وكمال الصلاح وجمال هذا الصلاح فهو الصلاح يعني قال له يسوع أن يحفظ الوصاية أجاب هذا طبعا هذا الشخص حفظتها إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصاية قال له أية وصاية وهون لاحظ المسيح بيتكلم عن الجزء الثاني من التابلت يعني من حجر الشريعة اللي بتتعلق بالعلاقات الإنسانية أن تكرم أباك وأمك هي محبة القريبة كالنفس فقال لا تقتل لا تزني قال له كل هذه الوصاية حفظتها منذ حداثتي في مكان آخر مكتوب فنظر إليه يسوع وأحبه يا على صبر المسيح يا على مثال المسيح يا على كمال الرب يسوع المسيح اتكلم عن الوصاية اللي بتختص بالناس أون على فكرة يعني بيربع بيعمل ريز للمستوى الروحي اللي بيحاول يعمق وبحاول يرسخ هذه المعرفة في حياة هذا الشاب فقال له محبة يعني تحب قريبك كنفسك قال له حبيت فبعدين الرب يسوع يعني لمس على الوطر الحساس قال له إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني وكان الجواب الصادم أحبائي إن هذا الشاب مضى حزينا أليس مكتوب أحبائي محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة ألم يقل المسيح لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما أن يلازم الواحد أو يعني لا يقدر أحد أن يخدم الله والمال ثم أحبائي محبة العالم قال الرسول يحنى لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم قال الرسول يعقوب إن محبة العالم هي عداوة لله ثم البشير يحنى قال لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله الأعمال التي تظهر الإنسان وعظمة الإنسان وشخص الناس الإنسان يقبلون مجدا أحدهم من آخر مش عم بحرك ساكن بالنسبة لفكر التقليد اليهودي إن الغنى هي بركة إلهية بركة من عند الله الفقر تعتبر ضربة وتعتبر لعنة لكن هون المسيح الذي يتعاطف مع الجميع بغض النظر أغنياء أو فقراء رجال أو نساء يعني عظماء أو يعني ضعفاء بالنسبة للمسيح الجميع سواسية فإذن محبة المال محبة العالم محبة مجد الناس أو كما يقول في يحنى ثلاثة لأنهم أحب وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأنه بالأصل من اللي شايف أي صلاح أعمل أنت بتقيس صلاحك ومقياسك للناس ولا بتقيس صلاحك ومقياسك أمام الله ابقوا معي سأواصل حديثة بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أشتركوا في القناة لكن دعنا أخذ المكالمة الأولى من الأردن من أبو مهند أبو مهند أنت معنا على الهواء تفضل أبو مهند أنت معنا على الهواء أبو مهند أنت معنا على الهواء أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة مساء النور أهلاً أبو مهند من زمان ما سمعنا منك كله تمام أبو مهند نشكر رب تفضل أبو مهند تفضل أبو مهند تفضل أبو مهند تفضل أبو مهند تفضل أصدق الهدية المجانية هذه وعطفنا 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 وصف نسوع المسيح وعطفنا وعطفنا الهدية المجانية هذه الخلاص معتح علي الشحرين وذو إنه مجاني أبو مهند الصوت الصوت مش واضح وعن بيقطع شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعتذر على الصوت ما كانش واضح كان أبو مهند صديق البرنامج من السنين ودائما تعليقاته حلوة الرب يباركك ويحميك يا أبو مهند هذا الشاب اللي سأل يسوع ماذا أعمل أو أي صلاح أعمل كان عنده اعتقاد خاطئ فكر أنه يعمل صلاح للحصول على الحياة الأبدية في موضوع الخلاص ما في أي أعمال كاملة ترضي الله يعني ما في إنسان يصل إلى وضع إلى حالة أنه يستطيع أن يرضي الله من خلال أعماله يعني كان بيبني مصيره وحياته على الأعمال وليس الإيمان يعني كان بعيش تحت مبدأ يعني في واحد تاني من رجاء ليسوع اللي سأل يعني ومن لما يعني يتكلم مع يسوع المسيح قال له افعل هذا فتحيا فراح سأله من هو قريب وبرضو الرب تكلم في مثل السامر الصالح عن من هو قريب يعني الظن حفظ الوصاية هي اللي رح تقود للحياة الأبدية جواب المسيح كان واضح قاله ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله والمسيح قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح وداود في مزمور 27 قال يهو رعية يعني الرب رعية والمسيح قال أنا كأنه بيقول أنا يهو الراعي الصالح وهذا الصلاح تتمشى صفته مع صفة الله ليس صالح إلا واحد وهو الله وهذا اللي حاول المسيح يستدرج يعني هذا الشاب إنه يتكلم إذا أنت فعلا بتقام إنه أنا صالح فهل تؤمن إني أنا الله يعني عاوز أقول كتير ناس بتقام إن المسيح نبي عظيم فيلسوف عظيم علم أجمل التعليم صنع أعظم المعجزات لكن هذا مش الإيمان المخلص الإيمان المخلص هو إيمانك بما فعله رب يسوع عمله الكفار الفدائي بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات هو تصديق لحقيقة لهوت المسيح والمسيحي لا تدعو إلى أقل من هذا الشيء يعني هذا الموضوع ما في تنازلات لم المسيح ما تكلم عن الحياة الأبدية مباشرة بل أجابه على الفكرة اللي هو ابتدى فيها أي صلاح أي صلاح أعمل لأرث الحياة الأبدية ما كان كان عنده فكرة عن النموس وعن الشريعة وعن الوصاية لكن ما كان عنده فكرة عن النعمة الإلهية عطيط الله المجانية الخلاص المعد من قبل الله من خلال يسوع المسيح وليه عم بيسأل المسيح على الوصاية في رمية سبعة حبائي يقول الكتاب الوصية هي مقدسة عادلة وصالحة في الإصحاح السابع نموس الرب كامل وبيستمر بقول النموس طبعا يعني كامل ونموس الرب حسن والنموس أيضا روحي كل هذه المواصفات لكن النموس يعني بتعصر في وحدة أو بتكسر وسيء تكسر كل الشريعة فالفكرة إنك عشان تدخل ملكوت الله لازم تكون كامل والكتاب المقدس حسم الأمر إنه ما في أي إنسان في هذا الوجود كامل الرسول يعقوب صاح 2 بيتكلمها بصيغة يمكن أجمل يقول يعني لأن من حفز النموس كله يعني كل النموس وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل يعني في كل النموس صار مجرم لأنه بأعمال النموس كله ذي جسد لا يتبرر أمامه لأنه بالنموس بكل بساطة معرفة الخطيئة يعني أنا بتديت أميز لما النموس بقول لي لا تقتل لا تزني لا تشتهي كل هذه الأمور أنا بتديت أدرك إنه عم بوضح إذا فعلت هذه الأمور عم بوجهني فالنموس هو مثل مرآة عم بوريني طبيعته بس النموس أيضا بوريني عجزي إنه أنا إنسان عاجز عن هذا الكمال ومع إنه بحاول إنه أصل لهذا الكمال لكن هذا الكمال بضلني عدم الكمال إنه للوصول إلى الله فإذن النموس عم بقول لي أنت عاجز بوريني إنه مش قادر أصل لصلاح ولا كمال لأله وفي نفس الوقت النموس عم بيأشر لي بقول لي في واحد اللي هو يعني تمم كل النموس لأنه لحيد الكامل هو شخص رب يسوع لطبق كل النموس مرة تانية الخلاص هو عن طريقين إما أنك تكون كامل يعني حافظ النموس بحسب كيف الله بشوب قلب قلبك والدافع في داخلك وهون الكتاب حسم أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ومكتوب لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فإذن الخلاص هو بدم المسيح الخلاص هو بنعمة المسيح الخلاص أحبائي هو بالإيمان بيسوع المسيح الإيمان الكامل شو أنه أنا أولا أعترف أنه أنا عاجز أصل لأله وأنه خطيتي فاصلة بينه بين الآب وأنه استحالي أصل للرب بكمالي أنا وبأسلوب أنا وأنه استحالي يكون عندي البر اللي الله يعني حتى إشعياء النبي قال جميع أعمال برنا كخرقة نجسة يعني نجسة أمام الله هذا البر فكم بالحر المصايب ومئة ألف داهي اللي موجودة فينا والقلب المزلم من جوا ومين بيعرف يعني الخطيئة مش بس الشيء اللي أنت بترتكبه ضد في حق الله وجميعنا ارتكبنا فالخطيئة هي الانفصال عن الله الخطيئة هي الاستقلالية عن الله الخطيئة هي اخطاء الهدف والخطيئة هي ضد كمالات الله وهي ضد صلاح الله وهي ضد مجد الله الخطيئة بكل بساطة في اي شيء صغائر كبائر مميتة عريضة اي خطيئة هي اهانة موجهة للقدوس البارد بلا خطيئة فالله يعني استحالة حتى السماء في نظر الله غير طهري حتى السماء نجسة امام الرب فانت جاي على اي يعني تقول امتى بتعرف انك انت وصلت الى درجة الاعمال انك ترضي الله انت امتى وصلت الى درجة البر اللي تستطيع ان ترضي الله وهل الذبائح هي مسرة الله الله لا يسر بموت الشرير بل ان يرجع يعني رجوع الانسان متل ما هو انا متل ما انا انا عاجز خلاص انا وصلت زيرو صعب ارض الله ولا في اي شيء حتى بري يعتبر اهانة موجهة ضد الله لان بالنموس صرت اميز صار عندي معرفة انه انا خطية فالمسيح جاوب في نفس الارضية قدم الوصاية يعني والوصاية لا تخلص يعني متل ما شفنا لان باعمال النموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه تتذكروا قصة الفريسي والعشار اثنان صعداء الى الهيكل ليصلي واحد فريسي والاخر عشار اما الفريسي فوقف هكذا وقال اللهم اني اشكرك لست مثل الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع وعشر تدى يعني صلاته هي بكل بساطة عم يبهر الله بحسناته وبكماله وببره العشار احبائي وقف من بعيد وقرع على صدره وقال عبارة جملة صغيرة صغيرة كتير بس هي اللي حركت السماء واللي اخذ الرب قرار تجاه هذا العشار اللي يعتبر خاطئ في نظر المجتمع هذا العشار قال اللهم ارحمني انا الخاطئ تخيل شو بقول الكتاب انه العشار خرج ذاك مبررا دون ذاك اللي عدت حسناته واعماله وامكانياته وانه رجل دين في نظر الله كان مظلم من جوه اما الشخص الخاطئ اللي ميز واللي عرف خطيته كان مستح خجلين حتى يوقف امام الله وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ الم يقل الكتاب ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره قال له حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني فراح المسيح لمس على الوطر الحساس اللي هي الموانع اللي كانت تمنعه دخول السماء ولكن هو مش شايف هذا الامر كان معمي عن هذا الامر قال له بيع كل ما لك وزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء بعدين عندها تعال تعال اتبعني اتبع الرب يعني بكلمات بسيطة لما قال له حفظت هذا الوصايا كان الرب يقول له تحب قريبك كنفسك كيف انت بتقبل على نفسك ان الله باركك بأموال كثيرة وجارك عم يتألم مش ملاقي رغي في الخبز رفضوه من العمل عنده دفعات اين الرحمة اين العدالة ليه في ظلم في هذا العالم احبائي الرب قال هذا الشيء لا ليكرم الفقراء ولا ليهين الاغنياء ولا ليدين الفرسيين ولا ليبارك طبعا السامريين او اي شعب اخر لكن بالنسبة لرب يسوع المسيح اذا اردت انه قلبك يعني سر امامي وكن كاملا هو ليس احد كامل الا الله وهذا الكمال هو وحيد فقط يسوع المسيح والله بينظر الينا من خلال كمال المسيح من خلال بر المسيح من خلال عمل المسيح مات بديلا عنك وعني وفعلا اخذ كل شيء في جسده الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة يعني على الصليب لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه أحبائي نحن نصبح أبرار ببر المسيح مش ببر نزاتي في بر المسيح هذا الشخص رغم أنه كان مؤدب ركد وجثة وكان يعني كل المواصفات الطموحة اللي في هذا الشاب فكر هذا الشاب في الطاعة الخارجية للنموس أي صلاح أعمل يعني الظاهر كان عنده إله آخر لا يقدر أحد أن يخدم سيدين والمسيح قسم العالم أو الديان إلى ديانتين ديانة الله من خلال يسوع المسيح والديانة الأخرى هي المال المال لأنه تيجي تحت هذه الديانات المزيفة والبدع والهرتقات وكل ما عدا تيجي تحت هذه الخانة وإذا بتدرش بشكل واضح أي نمو لديانات أو امتداد كله بيتمحور حول المال حول السلطة حول القمع حول الشهرة حول التسلط وهذا المبدأ القديم الحديث أحب لا يقدر أحد أن يخدم سيدين في لوقا إصحاح 18 قال له يسوع إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا لأنه الرب يسوع درب على الوطر استحال حفظ وتطبيق الوصايا كاملة فعندما قال حفظتها منذ حداثتي كأنه يعلن عن بره الذاتي وبالواقع أن هذا النوع من البر لا يدخلك إلى ملكوت السموات فالشرط الأول لدخول الملكوت أن يكون عندك روح الأطفال شرط آخر قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله ثم قال المسيح في متى خمسة تمانية وأربعين كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل بس الشرط الثاني اللي وضعه يسوع هو إنكار النفس إنكار الزات إن يكون يعني كامل فعلا بيع كل ما لك اللي كان بيمنع هذا الغني هو أمواله يعني هذا الشخص جاء إلى يسوع واضح عدم اكتفاؤه في حالة الروحية عاوز يتأكد عاوز الضمان عاوز يعرف إنه فعلا إذا في حياة أبدية ونسي النموس يقول إنه كل النموس بجملة وحدة تحب قريبك كنفسك لأن المحبة هي تكميل النموس والكتاب يقول مضى حزينا راح الرب يسوع قال ما أعصر دخول ذو الأموال إلى ملكوت الله الله مش بهين الغنى لأنه في كتير أغنية بالكتاب المقدس اللي هم بركة وكم من الناس اللي بتشاهد هذه الحلقة بيشاهدوا هذا البرنامج وهذا البرنامج وخدمة نور لجميع الأمم بخدماتها المتعددة سواء البرامج العديدة والمتابعة والتلمزة والتدريب وزرع كنايس في ناس تؤمن بهذه الرؤية واللي بتدعم بشكل شهري بتدعم من أموالها وبتضح في ناس بتضح بكل غالي ونفيس حتى تصلك كلمة الله فالفكرة يعني إن أردت أن تكون كاملا لا يوجد كامل إلا الله فلمس على الوطر الحساس محبة المال محبة العالم محبة مجد الناس محبة الظلمة كل هذه تقود الإنسان إلى ضلال وإلى الابتعاد عن الله حتى لو كان ظاهريا لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جدا فإذا لماذا وين بتروح بعيد في هالموضوع إذا المسيح هو الراعي الصالح اللي عبر بكل وضوع عن جلال لهوته وإذا المسيح هو اللي قام في العمل اللي ما قام فيه أي إنسان لأنه كل إنسان خاطئ والفادي لازم يكون شخص كامل بكفر عن خطايا البشر وبنفس الوقت يستطيع أن يرضي ويوفي المطالب والعدالة الإلهية اجتمعت في شخص واحد في يسوع المسيح العدالة والرحمة المحبة والقداسة في شخص واحد لأنه بحبك لا يريد أن يهلكك لأنه واضح الكتاب يقول أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياء أبدية بالمسيح يسوع ربنا أحبائي مكتوب في إشعياء ثلاث وخمسين كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا المسيح تحمل شتى العزبات وخطيئة الإنسان في جسده حتى يعطيك البر حتى يمنحك البركة حتى يعطيك الكمال بكماله حتى تحصل على الحياة الأبدية حتى تحصل على الضمان الأبدي يسوع المسيح هو ينبوع الحياة هو تدفق هذه الحياة هو مصب هذه الحياة المسيح يسوع هو حياة الحياة ذاتها فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي قال يسوع المسيح أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي لن يموت إلى الأبد الصارق لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً قال يسوع أيضاً أنا هو الراعي الصالح ومكتوب خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأعطيها حياة أبدية واستمر قائلاً ولا يقدر أحد أن يخطفها لا يقدر أن يخطفها أحد من يدي قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فالمسيح يعطي الحياة في الحاضر هي حياة ذات الله تنبع بل تتضفق في حياتك وهذه الحياة الأبدية تستمر فيك إلى الحياة الأبدية يعني أخذنا الحياة الأبدية في الحاضر وهذه الحياة بتغمض عين وبتفتح عين تستمر إلى الحياة الأبدية وهذا هو ضمان الحياة الأبدية إلا الرب يسوع المسيح منحها لكل من يأتي بتواضع لكل من يأتي بانصحاق غير معتمد على برك غير معتمد على الوصاية أو الشريعة غير معتمد على الذبائح غير معتمد على كمالك أو أي صلاح بتعمله لأنه في نظر الله إهاني كيف تستطيع أن ترضي الله القدوس أصغر خطية تعتبر إهاني إذا الواحد إذا الواحد بيرتكب خطية ضد الملك عقابها عقاب شديد فكم أشر تحسبون لما بنزدري بروح النعمة لما فعلا نحتقر الله منفكر إنه بنرشيه ولا بنرضيه بشوية أعمال ولا شوية حج سواء بالقدس أو في أي بلد آخر أو في أعمال صالحة أو بدفع فلوس أو إنك تحاول توزع على الفقراء لا يمكن أن يرضي الله إلا شيء واحد هو أن تأتي إلى معرفة الله من خلال يسوع المسيح يسوع المسيح هو المخلص هو الذي استطاع أن يرضي الله وهو اللي من خلاله الله بيشوفك بيشوف بر المسيح بيشوف كمال المسيح وبيشوفك أنك أنت على أساس النعمة ودم المسيح أنت خلص ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية استحال أنك ترث الحياة بقوتك بصلاحك بتدينك في برك أنا بتكلم في موضوع الخلاص لأن الشخص اللي بيخلص لازم الثمر الأول بقول اصنع لكم أثمارا طليق بالتوبة بولوس لما تكلم يعني عن هذا الخلاص يعني أثمار طليق بالتوبة وهذا هو مبدأ الله لازم يكون في ثمر لهذا الإيمان أحبائي فأي صلاح تستطيع أن ترد الله وأي كمال وأي بر وأي تدين وأي شيء ممكن يرضي الله اللي بيرضي الله شيء واحد هو أن تقبل الإبن وتقبل الإبن الرب يسوع المسيح كلمة الله مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غرب في يوم الغرب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجاز كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محاباة فإذن الكتاب يقول إذ كنا أموات بالذنوب والخطايا بالطبيعة أبناء الغضب أبناء المعصية طبيعتنا خطاءة ما في أي إنسان يستطيع أن يرضي الله إلا من خلال يسوع المسيح أنا بدعوك اليوم وهذا السؤال واحد من أهم الأسئلة هل عندك حياء أبدية السؤال الثاني لو لا سمح الله اليوم أنت موت هل أنت متيقن هل أنت متأكد من مصيرك الأبدي أين ستقضي الأبدية وكيف تعرف أنك ستحصل على الحياة الأبدية الدعوة واضحة الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية شو رأيك اليوم ترفع السماعة وتتصل أو تكتب إلينا على الفيسبوك وتقول أنا عاوز الحياة الأبدية عاوز الحياة الأبدية تدرك أنك أنت إنسان خاطئ اعترف بخطئ قلت للرب اعترف بخطئ لأنه مكتوب من يكتم خطيه لا ينجح من يقر بها ويتركها يرحم إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم أطلب الرب مدام يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه وراجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران هو اللي بيكثر الغفران غفر لك من خلال عمل يسوع المسيح يسوع مات على الصليب عشان أنت ما تموتش يسوع تحمل كل العزبات عشان أنت ما تتعذبش الرب مش عاوز منك أي صلاح ولا أي بر ولا أي شيء لأنه كلها في حسابات الله مرفوضة اللي عاوز منك شيء واحد قل له يا رب أنا بعترف في خطيتي سامحني تحب تصليها صليها قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ سامحني على كل خطيئة طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم أنا بشكرك لأنك موت بديل عني ولأنك طهرتني بدمك يا رب يسوع صليها قل له يا رب أنا بدعوك إلى حياة اليوم حتى تكون ربي سيدي مخلصي وملكي املأني بالروح القدس أعطيني أعيش لك إذا صليت هذه الصلاة من فضلك شاركها وبعتلنا من حب نسمع منك الرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر